عام عصيب مر على اقتصادات دول الخليج تاركاً أثره على مختلف الأنشطة والقطاعات في تلك الدول ولم يكن القطاع المصرفي في منأة عن هذه الآثار حيث ألحقت به خسائر كبيرة في بعض الدول في حين استطاع في دول أخرى الخروج بمستويات جيدة أو متوازنة مع الأشهر التي سبقته على أقل تقدير القطاع المصرفي الكويتي كان أحد الذين استطاعوا أن يقدموا أداء جيداً رغم هذه الظروف المحيطة به فقد أظهرت النشرة النقدية الصادرة عن البنك المركزي الكويتي نمو الاعتمان المصرفي خلال نوفمبر من العام الماضي بنسبة 6.5% مقارنة مع العام السابق نمو جعله يشكل ما نسبته 86% من وداء القطاع المصرفي كان للتسهيلات الاعتمانية الشخصية نصيب الأسدي منه حيث استحوذت على نحو 42% من إجمال الاعتمان الممنوح بنمو سنوياً وصل إلى 11% وبقيمة إجمالية قدرت بنحو 14 مليار دينار شكلت التسهيلات المقصطة الجزء الأكبر منها مستحوذة على 9.3 مليار دينار أما فيما يتعلق بقطاع العقار والتشهيد فقد شكلت حصته نحو 31% من إجمال الاعتمان الممنوح على الرغم من استقرار حصته خلال نوفمبر مقارنة بالأشهر السابقة إلا أنها سجلت نمو سنوياً وصل إلى 2.1% ليبقى قطاع النفط والغاز الأعلى نمواً على أساس سنوي بنمو وصل إلى 52% على الرغم من استحواذه على 2% فقط من إجمال الاعتمان الممنوح أما من ناحية الأداء الضعيف فقد جاء الاعتمان الممنوح للزراعة والصيد الأسوأ أداءً إذ هبط الاعتمان الممنوح لها بنسبة 15% تلاها الاعتمان المقدم للمؤسسات المالية غير البنوك بإنكماش بلغ 6.3% والصناعي تراجع بنسبة 3% وعلى الرغم من هذا التباين في نتائج الاعتمان الممنوح فإن معدلات النمو المسجلة في القطاعات الرئيسية تعكس قوة القطاع المصرفي في الكويت